اشتركوا في القناة وفي عنا خلوم مسار القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي يعني منزلة ممتزجة ما بين السعادة والنحوسة وهذا بنزل من سعادة الحضوظ شوي للقمر القمر بما أنه موجود الآن في برج العذراء فبظل طبيعتنا الجدهي المسيطر علينا ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها أو انتقادها أو التدقيق فيها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم مادياً وعاطفياً ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين شرب الكحول أو المهدئات وبوسع نقتناع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً عنا ثلاث زوايا هي المأثرة الأولى هي تثليت إيجابية بين عطارد وبين بلوتو تأثيراتها لغاية يوم 13-6 وهي بتزيد من حدة ذهننا والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزوايا التي تليها وهي زوايا التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 9-6 هي اللي بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبي بين عطارد وبين زحل وهي اللي بتسببنا التعب والقلق والحذر والميل للكآب وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وهي بتعرض بعض الأشخاص للإرهاق واللي ممكن أنه يضر بصحتهم أما بالنسبة للزوايا السريعة فاليوم عنا ثلث زوايا وعنا خلو مصر الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وأربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثيراتها من ساعات ما بعد منتصف الليل لغاية ساعات العصر تقريبا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام ساعة 12 وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها لغاية ساعات المغرب بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة الساعة 12 وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلوة المسار وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان طبعا هاي فترة خلوة المسار وخلوة المسار هي حالة سلبية دائما منحكي إنها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه أو قررنا عليه ما قبل خلوة المسار الساعة 23 واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن يعني الساعة 26 واثنين وعشرين دقيقة قبل المغرب هاي فترة اللي هي اللي بنتقل فيها القمر للميزان فبيصير التأثير على جميع الأبراج في هاي الفترة تأثيرات برج الميزان فهاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجيين لها بعض التوتر في الأيام الماضية منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء لغاية تقريبا نحكي ساعات ما بعد العصر بتكون الأعضاء اللي في جسمنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة، المصران الأعور، القولون، الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم، أجهزة الإحساس، العيون والأذنين هذولا الأكثر حساسية أما من ساعات المغرب بيصير التركيز على الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية هاي الأعضاء اللي هي أكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية ما قبل ساعات المغرب اللي هي ما ذكرناها في الأول وما بعد ساعات المغرب والأيام القادمة اللي ذكرناها بالتالي اللي هي الكلا والحالب طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء دون اللي ذكرناها لغاية ساعات المغرب وما بعد المغرب يعني مثل ما قسمناها يصلح لأي عملية جراحية أخرى في أعضاء أخرى ما في أي مشاكل ولكن هاي الأعضاء اللي ذكرناها هي للعلاج أو متابعة أو فحصات أو مراجعة أطبة وانشعرنا بتعب فيها برضو يستلزم عملية وما نهملها ونجري لها فحصات ونخذ العلاج المناسب بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا اليوم هذا برضو مناسب ما في أي مشاكل إلا فترة خلوة المسار اللي هي في ساعات العصر والمغرب هاي يعني ما منصح فيها يعني أنه ينعمل فيها أي عمليات لا جراحية ولا حتى تجميلية هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصدغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل للميزان معناته خلوة المسار رح يبدأ يوم الجمعة خلوة المسار القادم رح يكون يوم عشر ستة اللي هو يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساءً لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعاً بلش يزيد عن الربع اللي هو منتصف البدر فصار يزيد شوي اللي هي باتجاه انحسار المحدب عمره اليوم تسع أيام في تمام ساعة عشر وخمسة وعشرين دقيقة صباحاً بيصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة هي منتحسة بنسبة عشر في المية لغاية ساعات الصباح بعدين في ساعات الصباح الباكر بتصير سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية وبتكمل طيلة اليوم على هذه الدرجة القمر في العذراء وبدو ينتقل الميزان في ساعات المساء ورح يمكث في الميزان لغاية يوم عشر ستة هو سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية لغاية ساعات المساء لتزيد نسبة النحاسة أو النحوسة لنسبة أربعين في المية عطارد في الثورة حتى يوم ثلاثة عشر ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الثورة حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجع في نفس الدلو حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك من الآن لغاية ساعات المساء بتشعروا أن العمل بيتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكونوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن داعم لإلكم أو عن داعم وتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم وحذروا من التراجع الصحي في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبل لأن القمر رح يصير مقابلكم تماما فممكن نتعالج هذا اليوم بعض الالتباسات أو سوى التفاهم أهم شيء أنك تعالجها بموضوعية وحذروا القطيعة والدعاوى القانونية بالفترة هاي لأن مقصمكم بكون قوي والعرقيل ممكن إنها تستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتظل رغبتكم وعواطفكم قوية جداً وقوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم أو بحيطك طبعاً الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظاً وبتشعر بالطمأنينة والراحة لغاية ساعات المساء مساء يوم الأربعة بعدها القمر رح ينتقل وصير في البيت السادس لإلك فبيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجياً بدك تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لأعمالكم لأنه ممكن تتزامن الواجبات وتصعب وممكن تضطر العمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تنتبه لعملك وبدك تحاذر من بعض المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية زي الأيام الماضية تركيز كله على البيت وعالعائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تشعروا ببعض الحزن أو التعب بتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد وما توجه أي انتقاد لأقرب الناس لا إليك خلال هذا اليوم ممكن شوي يكون في بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة أما في ساعات مساء يوم الأربعاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش إنك تلطف الأجواء وتحاول إنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم راح تنال ما بترغب وبتنتصر على كل اعتبار لأن القمر راح يكون في مكان قوي جداً له البيت الخامس فبيت العاطفة والحضوض وممكن تحل بعض المسائل العالقة أو كانت مستحيلة حتى في الأيام الماضية برج السرطان بالنسبة لما ولد برج السرطان بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن أو التنقلات وحاولوا إنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم راح يسجل لك لقاء مهم أو اتصال مفيد ورح تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن بعضكم يقوم بزيارات أو يلاحق بعض الأعمال الملحة والضرورية خلال هاي الفترة لغاية ساعات المساء الأجواء إيجابية وعند قدرة عالية جداً على الإقناع ولكن عصبيتك بتكون ظهرة خلال هذا اليوم في ساعات المساء بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تجنب وتوبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية بدك تواجه الأمر الواقع بمنطق وتحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك خلال هذا اليوم على الأطراف الأخرى وخصوصاً أفراد العائلة هاي فترة مناسبة بالنسبة للكم للتنقلات وحتى للاستثمارات دون فترة خلو المسار عندما تتخذوا فيها قرار برج الأسد أما بالنسبة لموليد برج الأسد فبتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع خلال هذا اليوم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم إشي أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل واستشارة ذوي الإختصاص وأهم إشي أنك لا تبذر أموالك اليوم عندك شغف عالي جدا لصرف الفلوس بدك تكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحاول أنك تحدد أهدافك في ساعات المساء الجو رح يصير نشط جدا فرح تنشطه في أمور العلاقة بالسفر القصير الاتصالات وممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي ما تتردد بالتحرك برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا اليوم الطاقة عندكم عالية جدا وبتشعروا بثقة كبيرة أكبر من الأيام الماضية بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ورح تطرح أفكار جديدة خلال هذا اليوم وتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي حماسية وحماستك واضحة إن كان بأفكارك أو بنشاطاتك أما بالنسبة إلى ساعات مساء يوم الأربعاء هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا إنكم ما تبلغوا بمصاريفكم بتكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا الفترة هاي القادمة لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات مساء يوم الأربعاء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فهذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن التعب ما زال مسيطر تشعروا ببعض الطاقة المفقودة أو إرهاق أو التعب الشديد ممكن بعضكم يفكر في إلغاء بعض الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء وهذا شيء ما بنصح فيه حاولوا إنكم تجروا الأعمال الروتينية وتتحرك وتتنشطوا لأنه لغاية ساعة المساء الأجواء رح تتغير فحاول إنه في ساعات النهار أنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة ما زالت محبطة ومخيبة للآمال مع ساعات المساء مساء يوم الأربعة بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك ورح تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب ما زالوا موليد برج العقرب بينشطوا اجتماعيا في هاي الفترة ممكن مناسبات أو يلتقوا بعض الأصدقاء منكو أشخاص ممكنين يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شنكو ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة وحاول أنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتعوا بحضور لافت وشعبية وواسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات إلا في فترة دخلوا والمسار ما بننصح باتخاذ القرارات أما في ساعات مساء يوم الأربعة فالقمر رح ينتقل ويوصل لبيت متعبك اللي هو للميزان فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم فترة القادمة ضاغطة شوي محبطة لا توقعوا على عقد لا تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حللوا الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك واحذر من البلبلة والالتباسات برج القوس القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك خلال هذا اليوم بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل والفترة هاي بتظل مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بس أهمش انكم ما تجزبوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونضموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل في ساعات المساء مساء الأربعاء ابتلتقوا الأصدقاء ممكن تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش انكم ما تستسلموا لشيء كرروا المحاولة لأنه في ساعات المساء القمر لما بوصل لهذا البيت بعطيكم دعم نفسي عالي جدا وطاقة ممتازة جدا وحضوض يعني رح تكون لصالحكم برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا النشاط ما زال قائم لغاية ساعات مساء يوم الأربعاء بتنشطه بالسفر الطويل أو البعيد الاتصالات البعيدي وخاصة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أهمش تكونوا أكثر وعي على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك فترة إيجابية جدا أهم شيء إنك ما تضيع عليك الفرص من ساعات المساء مساء الأربعاء القمر رح ينتقل لبيت السمعة فتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة فيها نوع من أنواع القلق والتوتر فبدك تكون جاهز برج الدلو ما زال القمر موجود في البيت الثامن الليل وعلاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك بيظل اليوم برضو لغاية ساعات مساء يوم الأربعة الاهتمام بحسابات مالية مشتركة أهم إشي إنك تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وحاول اليوم تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي والتسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهمل لا ملف ولا قضية اليوم في ساعات مساء يوم الأربعة القمر رح ينتقل للبيت التاسع لإلك فبتنشغله في أمور الهلاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة أو علاقات مع أجانب يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش أي موضوع ورح تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وفيها يعني سفر لا بحض الأشخاص أو اهتمام بأمور تتعلق بالسفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة يعني القمر مازل موجود مقابلكم كمان هذا اليوم لغاية ساعة مساء يوم الأربعة فبتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم نسقوا بين مختلف الواجبات حفظوا على هدوءكم الكامل هاي فترة ما زالت ضاغطة شوي الأوضاع ممكن تكون فيها بعض الصعوبة اليوم لأنه القمر قليل الحضوض طبعا هذا زي ما حكينا لغاية ساعات مساء يوم الأربعة بعدين الأجواء بتتحسن شوي لأنه تركيز رح يصير على الأمور المالية فبتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنكم ما تهملوا صحتكم فبتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ورح تلاقي أعمالك اليوم صدى طيب وخصوصا في ساعات المساء أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع العمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء